جيلنا دلوقتي مختلف تماماً عن جيل الجديد أو جيل الولاد دلوقتي منفتحين أكتر شايفين العالم أكتر بالنسبة لهم اللي بيحصل في العالم كله ده طبيعي أي إن كان إيه هو السلوك ترجعي تقول لهم دي عادات وقيم وتقاليد ويقول لك لا خلاص العالم كله بقى واحد أكيد أكيد في حاجة اسمها انحراف سلوكي وأكيد أنا لازم كأب وكأم أعرف إيه هو الانحراف السلوكي وإمتى يكون فيه انحراف سلوكي بس يا حبيبتي إمتى حسني فيه انحراف سلوكي لما لاقي بنتي أو ابني خرجوا عن المألوف طريقة الرد طريقة الكلام حبيب ينفرد بنفس الوحده ظهرت عليه عادات جديدة ظهرت عليه حاجات قراء غريبة ما كانش بيؤمن بيها قبل كده بدأ يتكلم فيها وبدأ يتعرف عليها كل ده جمنين هو كل ده بداية انحراف سلوكي انحراف سلوكي تعصب تنمر ثقة في نفس زيدة قوي أنا عالية جدا أنا مخافضة جدا كل دي أنواع انحرافات انت دلوقتي بتستغرابي بتقولي بنتي وانا ده طبيعي اختلاف تخافات واختلاف أوقات عصر السوشال ميديا آه طبعا وبعدين خليني أقولك بقى يعني مش حنقول بداية الانحراف السلوكي الحراف السلوكي مش بداية ده نهاية الانحراف السلوكي دي نهاية؟ نهاية مش بداية تعالي نرجع بقى وراء شوية كده ونتكلم امتى حارف الانحراف السلوكي وايه حق وامتى حارف سببه وامتى حارف ان الأم والأب هم السبب الأول في الانحراف السلوكي لو جينا رجينا وتكلمنا في حاجة اسمها مراحل التربية احنا عنينا ثلاث مراحل أساسية التربية الطفل أو البنت أو الولد كلنا تربينا في المراحل دي وأخدنا الثلاث مراحل دي أول مرحلة اللي هي من سنة لسبع سنين مرحلة التفولة مطلوب ايه من الأم والأب في مرحلة التفولة؟ حبه وحنان حبه وحنان ويلعبه وحضن الأم وصدر الأب ودلع وليعبه كل دول وكل دول لعبوهم لسبع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي نجد على أبوهم لسبع تعاني بقى أن يوصل للسبع اللي بعديها مرحلة التعلم إن هو يتعرف على الأشياء اللي حواليه عرفي ابنك أو بنتك على كل الأشياء جاوبي على كل الأسئلة اللي هي محتاجة تسأل فيها أي سؤال في أي موضوع جاوبيها اتكلمي معايا ما تروحش تسأل حد تاني ده مرفوض تماما إن هي تروح تسأل حد تاني يوم ما هي تخرج برا حدنك دي بداية تنحرار في صلوك دي تبقى جاية منين منك أم بقى عاملة أم وأب مفاصلين أين كان الوضع فهي بيخرج برا حدنك فخلاص كده دي بداية تنحرار في صلوك من قبل ما تخش في المرحلة التانية لكن تعالي نوصل للمرحلة التانية اللي هي من 7 سنين إلى 14 سنة في حاجة مهمة جدا جدا نفسي 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 كلهم أم وأب يعرفوها حتى المفاصلين دازم يكون في بينهم ترابط في المرحلة دي بالذات ليه؟ هقولك المرحلة دي اسمها مرحلة الكمون الكمون الجزء الكامل جوه النفس احنا عندنا عقل واعي وعقل لواعي كل حاجة بتحصل في الفترة دي انت عايشة مع رادار بيسجل كل حاجة الحلوة بتطلع العقل الوعي وبيتعامل بيها وماما حبيبتي وبابا حبيبي وأصحابي ودنيتي والحاجة الوحشة تعصب بقى المعيرة التميز أي حاجة بيحصلها بتتكون جوه عقل الوعي وبيتقفل عليها اللواعي وبيتقفل عليها ده اللي كوجنيتف بهيبير ثرابي بيقعد يعالجه بعد كده بالزابط كده اللي هو زي ما بيقوله العلاج ثرابي بهيبير ثرابي ده اللي بيعالجه بعد كده ليه لأن بتبقى ملفات جروح تقفلت نقفولة كل سنة واحنا طريبين ما بتتفتحش بتتفتح امت بقى هي خلاص كده تخزنت وخلاص ولا الأم واخد بالها والأب واخد باله ممكن الأم تغلط والأب بيعطي نيجي خلاص يا حبيبي ما تزعلش وما تزعلش لأ هي ما بتعديش والطفل اللي نمزع لانو والطفل اللي يشوف أي شجار بين أم وابه بين أم واب بيبي في حصل بينهم مشجرة في حصل بينهم تعصب في حصل بينهم انفصال كل دقي جوه ومقفول عليه مبيتلعش خالص مبيبانش حاجة عالطفل خالص نيجي بقى لسن 14 سنة إحنا بنقول عليها مرحلة المراكب أوكي تمام مرحلة المراكب تغيرات فيسيولوجية وتغيرات نفسية طبعا بيغير في الجسم بيغير في الحالة النفسية بتاعته يعني إيه بيغير الحالة النفسية بتاعته ده العقل اللي هو واعي بيفتح ويطلع كل اللي جواه كل اللي تخزن قبل 14 سنة بيبان عليه في المراكب فتيجي تجي في مرحلة المراكب الولد أخد سلوك منحرف البنت مش دي منتي تلاقي الأم والأب نفسهم بيشككوا احنا مربناش كده مش ده اللي احنا ربناه مش ده اللي كان عايش معنا 14 سنة فاته بتفاجئوا بشخصية جديدة تماما شخصية ربت كويس على إيجابيات وعلى مصادقة وعلى حب وعلى تناغم في الأسرة بتطلع شخصية قويسة جدا سلسة ومارينة وشخصية زي ما الأم والأب بيتمنواها شخصية الزهر بيها بقى كل الإنحرفات ده ناتج على اللي تخزن في السبع سنين اللي فاته وتبقى يبقى صعب جدا بقى انه يتغير في السلة المراحقة او بعد كده لا هو مش صعب هو يعني حاجة يعني اولا احنا ممكن نوصل للمرحلة مع بداية الانحرف للسلوكي ان احنا مش بنفكر يعني بالضبط ان ابني انحرف او ما انحرف ده فيه نوع من الانواع بيوصلوا لان هم بيعملوا عملية انتحار نفسي يعني بيأذوا نفسهم عشان يشوفوا نظرة الحزن والقلم والتعب في عيوني الام والاب لا يعني ايه انتحار نفسي انتحار نفسي يعني ممكن حد يتجه مثلا للأديتيشن لإدمان انا باد من عشان اشوف نفسي منهار وضايع مش عشان انا عايزة بقى ضايع عشان انا عايزة اشوف النظرة دي في عينين امي وابوي يا الله الكسرة اه جدا جدا في السن ده بتنتشر ثقافة ما بين الشباب اسمها ثقافة الاكسترا ان هو عايز يبقى متحرر وعايز يبقى عايز يخرج وعايز وعايز كل دوته عايز يبقى لوحده كويس هو ملقاش الاحتواء والحنان في البيت فعايز يخرج برا ويثبت نفسه عشان انا اثبت نفسي بتوقلب معايا الحالة ان انا عايز اقذي نفسي عشان اخلي الام والاب يتحصروا على معاملتهم لي يا نهار ابيض فلازم يكون في الحراف سلوكي يعني دايما يقولك الادكشن او الادمان ده جاي بسبب ان هو ماشي مش حاسس بالحب في الحاجة اللي هو بيد منها التأدير كتير جدا لكن ان هو يشوف احساس الانتقام ده او الحزن في نظرة الام والاب دي انا بالنسبالي اول مرة اسمعها هم عملوا ايه بقى هم عملوا عنف جسدي عنف نفسي عملوا ما بين الام والاب بصراع السيطرة دي عايزة تاخد تحتوي الولاد وده عايزة يحتوي الولاد فبيبتدي يعمل اهتزاز نفسي جواه ومش عارفين هم يروحوا فين حيرانين يبتدي كل واحد ياخد جنب الوحده يعني 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 يعنعزل فيه ام واب بيغلطوا غلطة وحشة جدا ان هم يقوب فيه بينهم مشاكل جواه البيت ويفردوا على الولاد لما يجي حد جواه البيت قاعدوا واتحاكوا وببستوا ومجرد ما الناس او ديوف تمشي كل واحد يعني ينفصل مع نفسه ما كل دي مراحل اهتزازية كل ده ضغط نفسي بس انتي مش شايفة ان حتى المشاكل اللي ممكن تحصل ما بين الاب والام جوا البيت هي مشاكل لازم الولاد يشوفوها عشان يشوفوا مثل ان المشاكل دي ممكن تتحل يعني برضو فكرة البعد ان انا اواري العيالي دايما الحياة المثالية ان الاب مبسوط والام مبسوطة وانه ما بينهم حبو هما بيمثلوا اصلا طب هما الولاد ايه زنبوهم في مشاكل الاب والام يعني مش صح ان هما يشوفوا مشاكل والمشاكل تتحل بشكل سليم ولا لا لو هيقدروا يوصلوا لده يعملوه ان ما احنا ما بنعمش هنبنفتح المشكلة ونسيبها حتى لما بيجي حلوها بيحلوها ما بينهم ما بين بعضهم ما بيحلوهاش قدام الولاد فهم عارفوا منين الطريقة للحال وبعدين دلوقتي لما بيجي الام والاب دلوقتي بيتعاملوا مع ولادهم فيه بقى حنية زيادة فيه تاتليل زيادة فيه وفيه فيه بجوه نفسية الابن أو الابنة بينشئوا ان احنا جايبينكم الدنيا عشان نخليكم احسن ناس لا احنا ما بيخلفش عشان نخلي ولادنا احسن ناس يعني ربنا بيقدانا النعمة دي عشان نعلمهم ازاي يعيشوا الحياة عشان نعملهم ازاي يكونوا منتجين في المجتمع هم مبسوطين بالزبط فهمهم الحياة فهمهم الدنيا طب اعمل ده ازاي واذا كان اصلا اساس اختيار الام والاب لبعضهم غلط طب لو حصل يا دكتور مثلا ان فعلا الاب والام دلوقتي زي ما بنسمع كتير قوي من الاوقات احنا عايشين عشان ولادنا احنا عايشين وهم اصلا ما بينهم وبين بعض يعني فيه مصانع الحديد وتلاقي ما هو برضو الانفصال مش حل يعني برضو لا مش حل طبع ما هي دي الفكرة بقى النهاردة برضو ازاي تطلعي تطلعي بنا ايدم عندهم مشكل كتير جدا بس دايما يا اما الاب والام قاعدين في نفس البيت زي ما بقولك كده عشان الولاد ويربوا الولاد ويبقوا مركزين مع الولاد يا اما بياخدوا قرار الانفصال وخلاص وقليل جدا لما تلاقي ان علاقتهم بتكون كويسة مع ان هو ده المفروض اللي يحصل ايو فقال النهاردة ايه هو الصح برضو هتعملي ايه لو حصل ان اختيارك ما كانش احسن اختيار اه مهم ان انا قبل ما اتجاوز افكر وان انا اختار صح بس حصل دلوقتي ان مع ضغوط الحياة ومعه ومعه ايه الحل في حاجة زي كده تمام انا اختارت واختياري تلع غلط كويس ودلوقتي تلع عندي يعني ابن او ابنة خلاص بدأوا في مرحلة الانهراف السلوك كويس لو ما بدأتش بسرعة ان انا ارجع لنقطة البداية معهم في التربية نقطة البداية ان انا اعلم من اول وجديد وبعدين فيه فوارق لازم ارعيها ان فيه فرق بيننا فيه سراع بين الاجيال فيه انا مقدرش اعلم ابني حاجة امي وابوي علموها لي لان فيه اختلاف الوقت فيه اختلاف الثقافات عالم السوشيال ميديا غير كل معالم الحياة بالنسبة لي يعني انا دلوقتي لما كنت لما كنت مثلا امي تقولي لازم تصلي كويس كنت باقتنع بيها كويس دلوقتي انا ممكن اقول لي ابني صلي طب ما انا عندي امتحانات وعندي جم وعندي تدريب وعندي 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 مش فاضي كويس ففيه اختلاف ثقافات فيه فيه عالم تاني تفتح فيه فيه ابواب تفتحت فيه ابواب تفتحت غيري ان انا اقول له تعال انصلي سواء ايوه فهمها وبعدين انا هقولك على سر حلو قوي ممكن كتير تعالجي بيه كتير بين المشاكل بين ولادك دايما الام والقبل لما بيعودوا مع ولادهم بيحسسوا من ايه انا الاستاذ وانت التلميذ كيس طبما تيجي نعكس طبما تعلمونه طبما تعلم منك بزاك انت عيش وسط بحر ثقافات انا ما عشتش فيه طبما تعلمني يعني ممكن اخد ابني صغار تعال وريني بتعمل بتلعب الجيم ده ازاي اصلا انا مش بعرف العابه انا محتاجة اعمل لي حاجة مثلا على الواتس محتاجة اعمل لي حاجة على الفيس وانا بعرف اعمل ده بس انا بحسسه ان هو اكتر مني فانا بنزل عشان هو يطلع عشان اقدر ان انا اشده ناحيتي او حسسه ان هو بيعمل لنا حاجة حلوة كمان ان هو حاسس بالمسئولية انا معرفش اعمل ده غير بيك ايو فما نقلبها كده شوية بنجرب هتلاقي بتتواصل فيه تواصل انتي شايفة ان السبب من اسباب الكبيرة او الاساسية في انحراف السلوك هو قيمة الطفل احساس الطفل بقيمته لو انا غازت ده وبوجوده ايا كان بقى في اي سن يعني مهم جدا يكون في اول سبع سنين او من السبع سنين لأربعتاشر سنة ما بعد كده زي ما بنقول حتى ممكن ارجع بالزمن اللي ورا يعني ممكن ارجع زي ما انتي بتقولي كده للبداية تاني وابتدي احسسه بقيمته لنفسه ولا خلاص اللي انتهى انتهى مفيش حاجة انتهت مفيش حاجة انتهت احنا موجودين وطول ما احنا موجودين محاولاتنا ما بتنتهيش يا اما هتفاجئي بقى بعد كده بحالات نفسية ممكن تشوفيها لأم تستغربتي انتي مثلا عندك بنوتة حلوة جميلة تحصل ايه ماما انا عايزكي معايا في كل حتة ماما انا عايز انام جنبك ده انحراف سلوك اه ده نوع من انحراف سلوكي مرتبط بحالة نفسية لا شعورية اسمها النقوص ان انا برجع بعقلي اللواعي حالة نفسية لا شعورية بترجعني لوقت والمنطقة كنت فيها حاسة بالامان انا دلوقتي مش حاسة بالامان تعال يا ماما عايزكي منتكلم من سن 14 سنة نبتدي ناخد بالنا من موضوع انحراف السلوك ده من سن سبع سنين من سن سبع سنين سبع سنين لا بس العلامات بتبدأ من 14 سنة العلامات هتظهر معك من 14 سنة من 14 سنة بس التأسيس ايا كان التأسيس السليم هو من سبع سنين يعني من قبل كده طبعا اذا استستي صح خلاص يا فإن اناستم منهم رجل فافتحوا لهم واتركوا لهم الحبل على الغارب سبيه بقى يختار ويعيش حياته ويكوني آمنة جدا ومطمئنة جدا عليها خلاص لقينا او حاستينا ببداية انحراف سلوكي دي بتبقى زي تأهيل للأم أو الأب ازاي يتعاملوا مع ابنهم ازاي رجعوا له ثقة بنفسه ازاي اي ممارسة سيئة او غلط حصلت معاه يبتدوا ان هم يهدوه نفسيا لغاية ما يحاولوا يطلع كل الضغوط اللي جواه دي دي بتطلع بان الحالة دي تتكلم كتير اديها فرصة اللي تتكلم كتير عشان كده اهم حاجة بننسح بها كل أم وكل أب خلوا ولادكوا يتكلموا كتير حتى لو كلامها لوش لازمة خليهم يتكلموا يتكلموا الكلام ده تفريغ نفسي تفريغ لا شعوري هم مش عارفين بيقولوا الكلام ده ليه بس محتاجة محتاجة أم يتقعد قدامي واتكلم معاه حتى لو طبيعتوا ان هم بيتكلمش كتير اه 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 طيبية لو ملقيتهش هروح اتكلمها حد بار كارثة بقى بقى عام زي الماريونيت اللي اي حد ممكن ياخدني يديني لأي طريق وبعد كده نرجع نقول ولادنا راحوا فيه كلام ده كلام خطر جدا مصراح يعني فعلا الواحد بيبقى فاكر ان هو زي اي أب وأم عايزين ننزل ونشأ ونشتغل ونجيب للولاد فلوس عشان نفسحهم ونجيب لهم اللي هم عايزينه وبيبعد عنا التفاصيل الصغيرة اللي انت تكلمت عليها يا دكتور عمر كافة الاحتياجات بتاعتهم ما حتغنيهم عن موجود الأم والأب وتوجيهاتهم المباشرة طب عندك مثلا كتير من الأطفال دلوقتي ما بيحسوش ان هما مستمتعين هما بيكلموا الأباء والأمهات وبالنسبة لهم ان هما يعودوا على السوشال ميديا دي أحلى حاجة وأحسن حاجة ارجعي ارجعي الورا شوية شوفي ليه حاول مرة كم مرة يكلمك وانت سدتي وكتير ومش فاضية روحوا ولا برضو عشان برضو محطش حملك كتير قوي على الأب والأم خليب عليك برضو ان السوشال ميديا يعني كان تيك توك مثلا بتديكي اكسايتمنت على طول بتديكي الدوبامين زي ما بيقولوا كده فبيبقى الطفل عايز حاجة دايما بيتفرج عليها حياة سريعة عايز يعمل ترند عايز 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 عشان انا ادخل اخده من ده ما بيبقاش تهل البديل البديل على طول والأم عندها كتير من البديل خديه معاكي انا بكتب كذا تعالى وريني انا دخل المطبخ تعالى معايا انا هعمل حاجات شاركوني عما طول خلي فيه اكتب مع بعض شغالين مع بعض حتى لما يقعد على التيك توك مثلا او اي قبل كيسر اقوتي معايا اتحكي وهزري وخليه انزلي المستوى شفيبي يتفرج على ايه عشان لما يشوف حاجة حيلة وريني كده تتحك على ايه تعالى نتحك سوا تبدقي رأيك فيه تعالى نقش الموضوع ده ادي له مساحة ادي له وقت عارفة ان الامة او مش فاضية وكل اهتماماتها البيت وحياتها الشخصية بس احنا خلفناهم عشان ايه مش قادرين نخلفهم ما كناش خلفناهم والله العظيم احنا كنا لسه بنتكلم في البقرة اللي فاتت قبل دكتور محمود كنا بنكلم على ان احنا بنخلف ولاد مش عشان الكمية عشان قيمته قدام نفسه وفي المجتمع النهار ده هو لازم يبقى يعني هو بنقدم كويس لنفسه عشان يبقى بنقدم كويس للناس اللي حواليه ويقدر يعمل حاجة في حياته عارفة ايه المسئولية على الاب والام اللي هم مش قادرين يعني يستوعبوها ربنا سبحانه وتعالى لما قالك وقالك واجعلنا بينهم ميساقا غليزا عارفة يعني ايه ميساقا غليزا عارفة ان ميساق الزوج والزوجة وارتباطهم ببعض اكبر من ميساق الانبياء فعلا اه هو لما ربنا بيوحي لنبي بتبقى ايه وظيفته ايه او بيوحيله ليه عشان رسالة واحدة اللي هي التبليغ ببلغ الدعوة لكن الام والاب الدعوة لكن الام والاب بتبلغ يعني بتمسي من ايه من جيل لجيل 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 يعني احنا تربينا من اجدادنا والميساق العظيم ده هو مستمر مدى الحياة حتى قيام الساعة فاحنا مساقنا ميساق غليز ودي أمانة ربنا أمنهنا مش قادرين نتحملها يبقى معلش ممكن بقى يعني نسيبها لحد تاني نستعين بحد تاني سعيدنا في تربية ولادنا احنا مش عارفين نربي ولادنا ودي وظيفتنا صح عندك حق وزي ما انت بتقولي هو سعي لغاية ما الولاد دي تبقى في الأمان ويجبروا ويخلفوا ونشوف أحفادهم وكل حاجة لكن هو فعلا الواحد لازم يفضل يتعلم 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 حتى كل الدراسات لو رجعنا بالزمن لورا هنعرف أن أساس التربية السليم هو الحب الحب وتأدير النفس وتأدير الزيت وهرجع أكمل على كلامك نقطة مهمة جدا الأم والأب لو محبوش نفسهم مش عارف يحبوا العيال ونرجع بقى يعني ده مش قبل السبع سنين ده قبل كتير قوم هم هتربوا كمان لازم هم يعرفوا زي يحبوا نفسهم مشكورة جدا على وجودك معنا نهارة الحقيقة وكلامك كلام مهم جدا ودي دعوة لكل أب وأم بيتفرجوا علينا فالتربية مش سهلة خالص ولا على أي حد ولا كتعالى يعني أبونا ومنا قبل كده ولا على الجيل اللي جاي بس زي ما بقوله أنت لازم تحط المجهود لازم تتعلم وتثقف نفسك وما فيش حاجة زي ما دكتور أمال قالت يعني بتبقى خلاص ملف مقفول لا اسعى ودي الحب ودي القيمة ودي التأدير عشان هم دولة اللي حيطلعوا في المجتمع في الآخر ترجمة نانسي قنقر